خلال هذا اللقاء الذي جمع وزير إدارة الأراضي اللامركزية والحكم الرشيد ليمان محمد بحكام الولايات قدم لهم توجيهات مفادها التطبيق الفعلي لكل النقاط التي خرجت من مؤتمرهم الخامس الذي عقد في الفترة من الثالث وحتى الخامس من فبراير الجاري بالعاصمة أنجمنا قلنا أي مازول مشل ما الرئيس الجنبورية وراه مشل ما البريمينيس وراه لقاء سمح للوزير ليمان محمد بحث حكام الولايات على متابعة وتقييم الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى جنب عقد اجتماعات شهرية لتقييم الأوضاع الصحية والعملية التعليمية ذلك لمعرفة الصعوبات التي تواجه هذين القطاعين كما شدد الوزير على ضرورة عقد اجتماعات دورية بشأن تعزيز الأمن في كل نهاية أسبوع حول حماية المواطنين وممتلكاتهم من أجل العيش بسلام جانب آخر تطرق إليه الوزير في هذا اللقاء وهو مراقبة الإرادات المالية والحفاظ على معدات وممتلكات الدولة بجميع الولايات فضلا عن مراقبة جميع الموظفين الذين تم نقلهم إلى الولايات لمعرفة المتسيبين منهم والمنضبطين في عملهم من أجل المساهمة في تطوير التنمية المحلية لكل ولاية وذكر الوزير الحكام بأن البلاد ستشهد في الأشهر القادمة عملية الاستفتاء لتحديد شكل الدولة ومن ثم ستشرع الحكومة في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية حرة ونزيهة وهذا يتطلب من الحكام لعب دورهم الفعال لتحقق الحكومة أهدافها بشكل جيد واختتم الوزير لمان محمد حديثه بأن الحكومة وضعت استراتيجيات تسعى من خلالها إلى دعم الوحدات الإدارية بلوازم العمل ليؤدر أساؤها مهامهم على أكمل وجه بغيطات تطبيق نتائج وتوصيات المؤتمر الخامس لحكام الولايات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة